اشتركوا في القناة وطلبة المدارس في مصر والعالم العربي اهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة في دور الستاشر من الموسم التاسع لبرنامج العباقرة برنامج العباقرة يقدم اليكم برعاية من يهتموا بالتعليم في مصر البنك الاهل المصري بنك اهل مصر في الموسم التاسع من العباقرة مين يا طرى اللي حيفوز بكأس البطولة ومين اللي حيحصل على لقب افضل لاعب ومين هو الطالب المثالي اما المكسب الاكبر ان كل اجابة صحيحة من طلاب بطولة العباقرة هتساوي مبلغ نقدي في المرحلة التانية كل نقطة بخمس تلاف جنيه وحيتضاعف الرقم موصولا للمباراة النهائية جميع المبالغ المالية في نهاية الموسم سوف تستثمر لتطوير المدارس الحكومية في مصر العباقرة بشراكة البنك الاهل المصري بنك اهل مصر في الحلقات اللي فاتت طلاب مصر جمعوا تسعة مليون ومية وسبعين الف جنيه في خزنة البنك الاهلي لتطوير المدارس الحكومية تعالوا نشوف طلاب مصر النهاردة حيوصلوا المبلغ لكامل مدرسة صنبات الثانوية المشتركة هي واحدة من اهم واشهر مدارس محافظة الغربية تم انشاؤها عام الف وتسعمية وسبعين على مساحة قدرها أربعة آلاف وسبعمائة وخمسة وثمانين مترا لخدمة قرية صنبات وعشر قرى بجوارها شرفت المدرسة بحصول أحد أبنائها على المركز الأول على مستوى الجمهورية عام 2016-2017 هيمثل مدرسة صنبات الثانوية في مدرسة النهاردة 8 طلاب هيترم منه مربعة وأول واحدة فيهم نوران حسن بعد ما عدلنا الدولي 32 جمعنا نفسنا وعملنا اجتماع وابتدلنا قسمنا الفقرات علينا وكل واحد هينسل في أي فقرة وعطوك ان احنا عملنا اللي علينا وبإذن الله هنكون قادر مسؤولية محمد عادل أنا أول مرة أشارك في برنامج العبقرة وفريق أتامد على النهاردة في فقرة تحت الدكتر وكنت بجمع معلومات من مصادر مختلفة علشان أجاوب أكبر قادر من الأسئلة في وقت غسائق ريم أحمد أنا حلمي أن أدخل كلية ألسون كاسم ياباني بعد التخرج إن شاء الله في الليها أكثر من كذا مجال أن أقدر أكمل حياتي به سواء في الترجمة أو للأشهد السياحي يوسف محمد تعيب جداً مشاركتي مع برنامج العبقرة لأنه بيطور مدرس المصرية ومساعدة البنك الأهلي وبشكر البنك الأهلي على تطوره المدارس سنباطي السنوية حمد الله على السلامة حمد سلام حشب ريم أحمد الله ريم بتشارك الأول مرة أيوه أنت حلمك تدخلي ألسون ياباني أيوه إيش معنى ألسون ياباني هو اللغة تحديداً أنا بحبها جداً أنا بحب السقافة الياباني أنا بحب كل حاجة متعليقة باليابان تحديداً فهي كوكب تاني صح؟ ونوية بعد كده تعمل إيه؟ هو في ألسون تحديداً ممكن أقدر أشتغل أكثر من حاجة فاللي عاجبني فيها تحديداً مجال الترجمة للإرشاد السياحي جميل جداً نوران ومحمد ويوسف جاهزين لموتش النهاردة؟ إن شاء الله إن شاء الله بتمنى لكم كل التوفيق نحايا كلنا مدرسة سنباط السنوية أما المدرسة التانية واللي هتنافس وبقوة للوصول لدور التمانية من محافظة المنوفية نرحب كلنا بمدرسة دار التربية للغات مدرسة دار التربية الرسمية للغات تعد أقدم المدارس التجربية للغات بمحافظة المنوفية انشئت عام 1992 هدفها إعداد جيل مبدع متطور ومثقف حصلت على جائزة الاعتماد الدولية وانضمت إلى شبكة المدارس المصرية المنتسبة لليونسكو عام 2018 شاركت المدرسة بمشروع جنريشن جلوبل لحوار الأجيال بالمشاركة مع منظمة توني بلير ومشروع كونكتين كلاس رومز التابع للمركز الثقافي البريطاني حيمثل مدرسة دار التربية للغات في مواتش النهاردة 8 طلاب حيبتدي منهم أربعة وأول واحدة فيهم نانسي ياهب دي أول مرة شارك فيها مشاركتش في دور الـ 32 فريق معتبد علي في فقرة الأدب وأنا إن شاء الله أحاول أجاوبكم لأسئلة الأدب عبدالعزيز ياهب دور الـ 32 كان عندي مشاكل في الأدب والتاريخ اشتغلت عليهم على قد مقدر عشان نعدي دور الـ 16 ونصر الدور الثانية إن شاء الله أمل كمال أنا استعدت لفقرة تحت الضغط أن أقارف مجلات أكثر وسعت معلماتي وأصحابي ساعدوني إن أجاوب أكبر عدد من الأسئلة في وقت قليل إن شاء الله أجاوب أكبر عدد من الأسئلة عبد الرحمن علي حيب أشكر المنكة الأهل المصري على دوره الكبير جداً في تطوير مدالس الحكومة المصرية وأنا وسط كوني جزء من نظمة التطوير دي عن طريق إجابات الصحيحة دار التربية حمد الله على السلامة بجهته تاني الحمد الله زيك يا نانسي الحمد الله أول مرة تشاركي أي زيك زي رين بتشارك أنتوا الاثنين لأول مرة عايزة تتلاقي دكتورة أطفال مش معنى دكتورة أطفال يعني بعد ما شفنا أزمة كورونا عرفت قدي الأطباء مهمين ومخط الدفاع الأول لأي مشكلة بتواجهنا فعايزة أبقى دكتور عشان كده نانسي أتمنى لك كل التوفيق إن شاء الله عبد الرحمن علي جبت كم نقطة الماتش اللي فات سبعين سبعين نقطة أفضل لعب الماتش اللي فات أنت ومعاك مين يوسف محمد كم نقطة خمسين خمسين نقطة كلنا نحايا يوسف وعبد الرحمن العباقرة في الموسم التاسع ست فقرات العلم المعرفة الفنون تحت ضغط ضربات الجزاء وعجرة الحص وأول حاجة بنبتدي بيها هي سؤال السرعة سؤال السرعة والسؤال هو من هو الرئيس المصري الحائز على جائزة نوبل السلام عام 1978 محمد أنور السادات محمد أنور السادات أكيد إجابة صعيعة محمد أنور السادات هي الإجابة الصعيعة وبكده عبد الرحمن علي هتختار مين اللي بتزيل أول خطف منكم البازر وخلاك وتبتدي القهوة وأول فقرة هي فقرة العلم 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 أربع أجزاء جغرافيا، تاريخ، أدب، وعلوم صنبات السنوية عندك سؤال في جغرافيا في جوكر من أولها كده من دروس على البازر سؤال بعشرين نقطة جغرافيا، والسؤال هنا في أي قرة يقع خليج فاندي وهو أعلى مستويات المياه في العالم في ظاهرة المد والجزر فاندي ارتفاع المد بيوصل واحد وعشرين متر خمس ثواني محمد عادل دست على البازر قبل يوسف أجابتك أجابتك أسيا خدتوا 18 ثانية لكن اتفقنا عليه اتفقتوا عليه أم يعني أنتم الأربع موافقين؟ أه، إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله أنتم الأربع إجابة خطوة مش أسيا أمل أجابة؟ أنتم تريحة نفسكم أسيا أوروبا أوروبا إجابة خطوة خلي بالكم زائد عشرين أو ناقص عشرة اختيارات قدامنا على الشاشة أمريكا الجنوبية أمريكا الشمالية أستراليا إفريقيا يوسف نفسوي جاوب كنت عايسوا لي؟ أمريكا الجنوبية أمريكا الجنوبية عبدالعزيز أمريكا الشمالية الإجابة الصحيحة أمريكا الشمالية الحمد لله الحمد لله الجوكر طار منكم يا صنباط دار التربية؟ عندكم سؤال في جوهرافيا فيه جوكر؟ بعد السؤال ده ما فيه جوهرافيا جوهرافيا والسؤال هو تعد مدينة نور سلطان عاصمة لأحدى الدول الأسيوية فما هي؟ اتسمت على اسم الرئيس سابق قاعد في الحكم 29 سنة لدولة ايه؟ سبعتاشر سانية وإجابتك؟ طواجكستان؟ 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 يا عبدالعزيز إجابة خاطئة فيه إجابة؟ إن شاء الله ميلا عدوس على البازر نور سلطان عاصمة كازخستان كان اسمها سابق استان كازخستان تفرق عنده المعلومة كاملة محمد عادي محمد عادي إجابة صحيحة مرابو عليك يا محمد كازخستان هي الإجابة الصحيحة وعشر نقط لمدرسة صنباط وعندكم سؤال في التاريخ تاريخ والسؤال هو قائد عسكري أنشأ قلعة حربية تحمل اسمه على جزيرة فرعون الواقعة بالبحر الأحمر فمن هو؟ قائد عسكري أنشأ قلعة حربية تحمل اسمه على جزيرة فرعون الواقعة بالبحر الأحمر فمن هو؟ بتابعوا 8 كم من طابق من الأثار الإسلامية المهمة جداً في سينة إجابتك محمد علي محمد علي يوسف إجابة خاطئة دار التربية تقدر ترجع العشر نقاط بتاعكم ولا لأ؟ يلا أمل صلاح الدين الأيوبي صلاح الدين الأيوبي والأستاذ في مدرستكو بيهز راسه موافق إن شاء الله أمل إجابة صحيحة صلاح الدين الأيوبي الإجابة الصحيحة وأكيد الأستاذ عارف المعلومة فأزبط النتيجة تعادل عشرة عشرة ودلوقتي عندنا السؤال التاني في التاريخ لا ما فيش شوك تاريخ والسؤال هو من هي أول زوجة لرئيس مصري تحمل لقب سيدة مصر الأولى من هي أول زوجة لرئيس تحمل لقب سيدة مصر الأولى جهان السادات جهان السادات وسؤال سهل وإجابة صحيحة السيدة الفاضلة جهان السادات هي الإجابة الصحيحة وبكده دار التربية عشرين صنبات عشرة وعندك سؤال في الأدب أدب والسؤال هو زمن الضباعة هي رواية لكاتب مصري معاصر فمن هو؟ صدرت في 2011 ثمن سوين ثانية محمد عادل دبس رين مفيش مفيش إجابة مفيش إجابة مقدر شلومك للمحمد عادل دبسك إجابة خطأ في إجابة عبد الرحمن علي عمر الجندي عمر الجندي بعشنات إجابة خطأة مش عمر الجندي أربع اختيارات بزايد عشرة ونقص خمسة يوسف زيدان علاء الأسواني أشرف العشماوي إبراهيم عيسى ريم آي عشما أشرف العشماوي ريم أشرف العشماوي بعشنات إجابة صحية حلو المستشار أشرف العشماوي جابة عليك يا ريم خدت الرزق وخدت عشنات وبكلا النتيجة تعادل عشرين عشرين سؤال تاني في الأدب لدار التربية خلاص يا عبد الرحمن عرفت إن الزكر هترجعوا بي الملوفية ممكن ألوم هنشوف أدب والسؤال هو من هو الأديب الأمريكي مؤلف المجموعة القصصية The Snows of Kilimanjaro and Other Stories The Snows of Kilimanjaro and Other Stories عشر ثواني إجابتك أرنسي من جوية أرنسي من جوية مش بتجاوب تسألني نانسي انت موفا احنا اتفقنا اتفقنا عليهم أيها صح ريم عارفة متأكد أنها صح يعني ديهم عشر ناط أيها ديهم عشر ناط يعني لو إجابة خلط ما عندكيش إجابة تانية برافو عليك يا ريم إجابة صحيحة صح كانوا من جوية الإجابة الصحيحة عشر ناط كان النتيجة تلاتين دار التربية صنباط عشرين وعندكو سؤال في العلوم علوم والسؤال هو كوكب يستغرق حوالي تسع وعشرين سنة لعمل دورة كاملة حول الشمس فما هو؟ كوكب يستغرق حوالي تسع وعشرين سنة لعمل دورة كاملة حول الشمس فما هو؟ عشر ثواني خمس ثواني نوران زحل انتو اختلفتوا مع بعض بس انا سمعت اجابتين بس في الاخر نوران نشيتي رأيك وقلت زحل نوران كنتو كام بايتيو كام تلاتين اتعدلتوا اجابة صحيحة فعلا زحل اقراب عليك يا نوران اصريت على رأيك وانت واسقة في معلومتك وكده النتيجة تعادل تلاتين تلاتين مباراة قوية من الفقرة الاولى اخر سؤال في الفقرة هناخد الجوكر هتاخد الجوكر حمد الله على السلام سؤال بعشرين نقطة عندكو عشرين ثانية ما حدش يستعاكل علوم والسؤال هو في اي عصر جيولوجي ظهرت الكائنات وحيدة الخلية في اي عصر جيولوجي ظهرت الكائنات وحيدة الخلية حدشي كله دوسي يا نانسي دوسي يا نانسي اجابتك البروت رزوي نانسي اجابة خاطئة اجابة خاطئة اجابة خاطئة مين اللي حجاوب يوسف سؤال بعشرين نقطة واجابة خاطئة اربع اختيارات بزائد عشرين او ناقص عشرة والاختيارات قصدنا على الشاشة البرمي السلوري الترياسي العصر الكامبري كنت عايزين تقولوهي كامبري كامبري بردو اول عصور الستة طبعا الاجابة الصحيحة الكامبري كنت عدفوش كنت عدفوش شفتوا بقى كان لازم تاخدوا رزق بقى المراضي لان انتو الاربعة كنتم متفقين مراضي عالكامبري بس اشتهموا كل خايفين برضي هنخرج فاصل وحنرجع مرة تانية مع فقرة المعرفة والعواقرة يبقى طلاب مصر جمعوا ستين نقطة في فقرة العلم وكل نقطة بخمس تلاف جنيه بما يساوي تنتمائة الف جنيه في خزنة البنك الاهلي لتطوير المدارس الحكومية في مصر أباكرة المدارس الموسم التاسع ومباراة قوية في دور الستاشر وأفكركم بالنتيجة سنبات السنوية تلاتين دار التربية تلاتين تعادوا وحصل عندنا تغييرين في دار التربية سارة فرق نزلت مكان نانسي إيهاب وكريم سامح نزل مكان عبد العزيز إيهاب سارة زاكة سارة الحمد لله أنا أريح القاعدة على كرسي الاحتياطي واللي على كرسي الاساسي بجد نفس التوتر بس مباراة حلوة آه وتكفى إن شاء الله جائزة آه إن شاء الله تمام سنبات السنوية عندنا تغييرين هنا عمار مكان ريم أحمد وعلي صار مكان يوسف محمد زاكة علي دولة تعالي أنا أريح متفل مع سارة لا الاحتياطة أريح طبعا أريح بكتير أنا عارف هنا في مسئولية جائز المنبرة إن شاء الله تمام ودلوقتي مع الفقرة التانية فقرة المعرفة المعرفة أربع سئلة واحد لواحد معلمات عامة رياضة تكنولوجيا وقدرات زينية هنا وأمل أمل وهنا وسؤال في المعلومات العامة اتفضلوا النتيجة تعادوا فكل سؤال بقى مهم صح معلمات عامة والسؤال هو غادة مراد هي أول إمرأة تتولى منصب النائب العام في إحدى الدول العربية فما هي؟ مصر أنت عملك سمعت عن نائب عام في مصر واحدة ستة؟ لا إجابة خاطئة ده كان سنة 1998 فين؟ هي أول قادية في البلد دي كمان دوس دوس على البازر فين؟ ممكن أقول لبنان إجابة خاطئة بس أنت فكرت ليه؟ لأن لبنان من البلاد اللي بتعين سيدات في مراكز مختلفة زي وزير الدفاع دبقى ست صح فلبنان هي الأسف شد إجابة غلط والإجابة الصح سوريا علي وكريم كريم وعلي وحنشوف السؤال اللي جاي في الرياضة لمين؟ والسؤال هو من هو المدرب الوطني الوحيد الذي صعد بمنتخب مصر لكأس العالم لقرط القدم؟ محمود الجهري الجنرال الراحل محمود الجهري وخطف منك البازر وإجابة صحيحة محمود الجهري الراحل العظيم هي الإجابة الصحيحة وبكده النتيجة 40 صنبات سنوية 30 دار التربية سؤال في التكنولوجيا والسؤال هو في أي دولة أسيوية يقع أكبر تليسكوب لاسلكي في العالم حتى عام 2019 يابان؟ اليابان يا نوران إجابة خطأة مش في اليابان تفتكري فين يا سارة؟ اسمه فاست وعرضه 500 متر متخيل الرقم يعني قد 30 ملعب كرة قدم 500 متر تفتكري فين؟ الصين؟ الصين يا سارة اتعدلتي إجابة صحيحة أتسين يا لجابة صحيحة عادل 4040 مباراة مشية سؤال سؤال ما بين الغربية والمنوفيل روح رياضية جديدة بقى وكده الحمد لله الموجة هديت فإحنا بطينا نتطمن وربنا نفس قدرات زينية والسؤال هو حي المسألة الآتية 78 72 فاربعة تاشر على 84 زائد 87 يسوي كم؟ تسعين طبعا استعجلت وإجابة خاطئة محمد عادل عندك إجابة؟ نعم ما عندكش إجابة طيب الإجابة الصحيحة كامي عبد الرحمن مي؟ استعجلت ليه؟ عشان عملتها سيب أنت يقيت مش أتسب هارد لابك الإجابة الصحيحة مية تفضلوا غلطات صغيرة بتفرق في ماتش صعب زي ده والنتيجة في نهاية الفقرة تعادل 4040 ودلوقتي مع الفقرة الثالثة فقرة الفنون 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 أربع سئلة سينما ومصرح أغاني موسيقى لوحاتهم عالم وسرعة البديهة أربع سئلة يكون منتو الثمانية وبتعتمد على السرعة سينما ومصرح والسؤال هو من هو الفنان الذي لعب دور فتح إبليس في مسلسل مملكة إبليس صبري فواز صبري فواز إجابة صحيحة جمبتورة مين طيب أحمد داود وغدا عادل وسلوى خطاب وران يوسف تمام عشنات وبكده النتيجة خمسين دار التربية سنبات أربعين أغاني موسيقى والسؤال هو أغنية العروسة من أشعار فؤاد حداد وغناء فنان شهير فمن هو مغني مشهور جدا محمد عبدو محمد عبدو إجابة خطأة طبعا مش محمد عبدو كريم متحة صالح متحة صالح هو كمان فنان كبير ولكن إجابة خطأة الإجابة الصحيحة علي الحجار السؤال الثالث لوحاته معالم والسؤال هو قام النحات الفرنسي تشارل كورديي بتصميم تمثال لأحد أبناء محمد علي باشا بميدان الأوبرا فمن هو إبراهيم باشا الصورة ايه ايه ما جلتها بالشابة دي صورة إبراهيم باشا ايه تخمينة بالشابة شابة وصح ايه إبراهيم باشا ودي صورته إجابة صحيحة احنا سهلنا عليكم السؤال شوية بإن إحنا حطينا صورته تمام النتيجة تعادل 50-50 الشؤال اللي جاي اللي حدوس على البازر حاخد إجابته في سانيته الشؤال اللي جاي سهل بس بحتاج شوية تركيز سرعة البديهة والسؤال هو ما هو حاصل جمع عدد ألوان علم دولة البحرين وألوان علم دولة جنوب إفريقيا تمانية اتنين وست جنوب إفريقيا وجنوب السودان هم الوحيدين اللي عدد ألوانهم ست والبحرين اتنين أحمر راب يقدر تمانية إجابة صحيحة أنا كان عاجبني رد فعلك بس إنك بتحاول تقنعني راب عليك يا محمد عاشر نقط وبكلا النتيجة سنبات السنوية 60-50 دار التربية هنخرج فاصل وحنلجع مرة تانية مع فقرة تحت الضغط والعباقرة وبكده طلاب مصر جمعوا 50 نقطة في فقرة المعرفة والفنون وكل نقطة بـ 5000 جنيه بما يساوي 250 ألف جنيه ويبقى الرصيد لحد دلوقتي 550 ألف جنيه في خزنة البنك الأهلي لتطوير المدارس الحكومية في مصر أباقرة المدارس الموسم التاسع مباراة جميلة جداً في دور الستاشر وحفكركم النتيجة سنبات السنوية 60 دار التربية الرسمية 50 ودلوقتي مع الفقرة الرابعة فقرة تحت الضغط معانا محمد عادل من سنبات ومعانا أمل كمال من دار التربية مين اللي حبتزي الأول؟ إحنا الزبط كده أمل اللي تفضلي عتسمعي أغنية وترجعيننا تاني محمد عادل تعالى مكاني جاز إن شاء الله أنت عارف طبعاً القواعد عنيك على كونتر وتركيزك معايا حاول ما تضيعش وقت حاول تفانى أمل تمام تحت ضغط كونتر ما هو الرمز الكميائي لعنصر الفسفور؟ بي صح فنان مصري قام بغناء أغنية علي صوتك فمن هو؟ أحمد مني صح ما هي عاصمة دولة رومانيا؟ بوخارسة صح لاعب مصري لقبة بالغزال الأصمر فمن هو؟ مش كبال غلط من هي مؤلفة رواية سلسية غرناطا؟ رضا عشو صح عن أي دولة أوروبية استقلت توجو عام 1960؟ رضا عشو صح ما اسم أكبر بحيرة صناعية في مصر؟ بحيرة نارسة صح في أي قارة يقع جبل وسطو؟ أه أوروبا غلط ما هي جنسية عالم النفس الشهير سيجماند فرويد؟ نمشاون برافو عليك من هو مؤلف رواية رحلة ابن فاطومة؟ أنا ماجد هارد لك بس أنت عملت كويس جداً برافو عليك ده أنا مكاني برافو عليك كان إجابة صح؟ بس أنت سبعة سبعة إجابات صحيحة برافو عليك سليم عايزين أمل تنضم لينا ده رقم مستهل بس هي الأسئلة برضو لازم نعترف أنها أسئلة سهلة ومس صعبة صح؟ صح أمل عايزة تعرفي محمد جاوب على كم سؤال ولا لا؟ سبعة أنت عرفتي تمام سبعة أسئلة صح وفرصتك أن أنت تحاولي تتعدلي أو تعدي مش سهلة ومس صعبة دفعنا؟ أنا إيك على كاونتر وما تضعيش أي وقت تحت الضغط كاونتر ما هو الرمز الكميائي لعنصر الفوسفور؟ آآ آآ الفوسف أبيب صح فنان مصري قام بغناء أغنية علي صوتك فمن هو؟ آآ آآ الحجان غلط ما هي عاصمة دولة رومانيا؟ آآ بخدست صح لاعب مصر يلقب بالغزال الأصمر فمن هو؟ نيكست من هي مؤلفة رواية ثلاثية غر ناطا؟ آآ جدو عشوب صح عن أي دولة أوروبية استقلت توجو عام 1960؟ فلانسا صح ما اسم أكبر بحيرة صناعية في مصر؟ آآ بحيرة ناصر صح في أي قارة رقع جبل وسطو؟ آآ آآ آسيا صح ما هي جنسية عالم النفس الشهير سيجمان فرويد؟ بريطاني غلط من هو مؤلف رواية رحلة ابن فاطومة؟ آآ آآ ماجي محفوظ؟ نحي أمل ومحمد عادر تفضله برافو عليكم بصراحة أنتوا اللي اتنين أبدعتو بصراحة أنتوا اللي اتنين أبدعتو سؤال واحد بس اللي ما تجاوبش لاعب مصري لقبه بالغزال الأصمر فمن هو؟ شامع عربي مثلا ده من أحرف اللعيبة اللي جات في تاريخ مصر الراحل إبراهيم يوسف الغزال الأصمر كان إبراهيم يوسف في الزمالك وكان في رأيه الشخصي من أحسن الناس اللي لعبت في الدفاع في تاريخ مصر بالكامل النتيجة اتغيرت والفرق زي ما هو عشر نقاط خمسة وتسعين سنباط خمسة وتمانين دار التربية ودلوقتي مع الفقرة الخمسة فقرة دربات الجزاء خمسة وعشرين نقطة لما رأسها واحدة بس والنتيجة فرق عشر نقط فالخمسة وعشرين نقطة دول بقوا مهمين جدا أول اتنين محمد عادل وعبد العزيز يهام بتفضلوا محمد وعبد العزيز عبد العزيز ومحمد تماما روح رياضية والسؤال الأول قدرات زينية حل مسألة الآتية تمنمية ستة وخمسين على تمانية فعشرة يسوي كامل مئة وشبعين إجابة خاطئة مستعجل حديلك فرصة يا عبد العزيز أخذ إجابة حالة إجابتك سمية لا إجابة خاطئة 1070 محمد عادل فيه إيه يا محمد بتستعجله ليه 1070 صح هي الإجابة الصح ده يعطي من نفسك الهدف الأول تفضل نوران وأمل أمل ونوران وعنشوف السؤال التاني لمين سؤال التاني تاريخ سياسي ماليدي يعد أكبر رئيس وزراء في العالم سنا حتى عام 2020 فمن هو؟ عنده 92 سنة مين؟ مهاتير محمد بالضبط كده مهاتير محمد ديها كان شؤال سهل استقال أول السنة من المنصب واستقال أول السنة فعلا من المنصب اتفضل المعلومة عندك يا محمد عادل يوسف عبد الرحمن عبد الرحمن ويوسف ومش عارف يوسف مستني إيه يوسف عبد الرحمن عبد الرحمن ويوسف ولسه معندناش أهداف والأسئلة سهلة سؤال الثالث أدب شهر عمية مصري راحل صاحب قصيدة ترابدو خان فمن هو؟ الأبنودي الأبنودي إجابة خاطئة مش الخان يوسف محمد عندك إجابة تدوس على البازر على الأسوان على الأسوان مش شاعر يوسف إجابة خاطئة صلاح جهين محمد عادل إجابتك صح فعلا صلاح جهين آخر سؤال واحد لواحد هنا ونانسي نانسي وهنا وتلت أهداف ما تجاوبوش يعني تلت أسئلة ما تجاوبوش والتلت أسئلة كانوا سهلين من الصعبين السؤال الرابع جغرافيا في أي قارة تقع بحيرة كيوجا في أي قارة تقع بحيرة كيوجا أمريكا الشمالية أمريكا الشمالية إجابة خاطئة هنا لو إجابتك صح 95 و 25 هبقوا 120 دوس على البازر أسيا أسيا يا هنا إجابة خاطئة كيوجا في إفريقيا اتفضل في أغاندا في إفريقيا أربع أسئلة ما تجاوبوش هنلعب على الهدف الزهبي بـ 25 نقطة ليكم أنتم التمانية 95 هتبقى 120 أو 85 هتبقى كام 120 110 الهدف الزهبي Love Among The Artists هو كتاب لأديب آيرلندي شهير فمن هو؟ جورج برنارد شو جورج برنارد شو اللي هنا في الأول جورج برنارد شو اللي جابة الصحيحة بربع عليك يا يوسف و 25 نقطة و كده نتيجة 120 سنبات السنوية 85 دار التربية المباراة بدأت بمستوى عالي جدا و متكافئ من أول ما قدتش بيجاوبوا لو الإجابة هنا غلط الإجابة هنا بتبقى صح مع الوقت و نتيجة المباراة و التعادل ده هما الاتنين بدأوا يتوتروا فأول مباراة كنا داخلين كويس جدا و الفريقين الاتنين كانوا متكافئين فقر ضربات الجزاء التوتر زاد بعد ما أحرست الهدف الزهبي شلت التوتر عن فريقي و خليت عندهم ثقة اللي هما ممكن يفوز المباراة اللي هنا في الأول بعد جواعي الهدف الزهبي و الفرق بيعدنا بنا وبين مدرسة سنبات السنوية جاء أقصر على الفريق كان فيه ضغط و تهطر و الفريقين قربين بعضهم في النوعة التوتر صبعا قصة عنا جدا لحد على تربات الجزاء كان في تردو الجمد بيننا كلنا المباراة اتصعبت على دار التربية التوتر زاد بس كنت واسكة الفريق حاسة أن الفرق باعد جدا بس إن شاء الله نحاول نركز في عجلة الحظ و نعمل اللي علينا خلينا نشوف عجلة الحظ هتودينا فين و مين اللي حيقدر يعبر المباراة النهاردة ويوصل لدور التماني هنخرج فاصل و هنرجع عبارة تانية مع آخر فقرة فقرة عجلة الحظ و العباقرة وبكده طلاب مصر جمعوا 95 نقطة في فقرة تحت الضغط و ضربات الجزاء و كل نقطة بـ 5000 جنيه بما يساوي 475 ألف جنيه و يبقى الرصيد لحد دلوقتي مليون و 25 ألف جنيه في خزنة البنك الأهلي لتطوير المدارس الحكومية في مصر أباقرة المدارس الموسم التاسع و مباراة مهمة في دور الستاصر و هفكركم بالنتيجة صنبات السنوية غربية 120 و دار التربية المنوفية 85 و دلوقتي مع آخر فقرة و اللي هتحدد مين اللي هكمل المشوار و هيوصل معانا لدور التمانية فقرة عجلة الحظ عجلة الحظ قبل ما بتيت عجلة الحظ عايزين نروح لأصحابنا و مشاهدينا عبر الانترنت حنروح مع مدرسة صنبات لأعماد صقر أخو علي صقر معانا بتفرج من الغربية إزاك عماد لا حلقة أستاذ صقر إيه رأيك في الحلقة لا الحلقة ممتعة جدا الله العظيم أنا مبسوط يعني مبسوط من صنبات جدا ما قدش فارقة منهم كده بصراحة يعني فاجئوني بالأداء والمدرسة التانية برضو كويسة في الأول الاتنين نشوا مع بعض واحدة واحدة بس يعني الفرقة معنا ضربات الجزائق فالحمد لله يعني هدف خمسة وعشرين نقطة عمل فالإذكور الزبط جد تقول لأخوك إيه بقى أخوك يعني بصراحة هو علي تعب جدا ويعني وأتمنى له كل خير والله العظيم وأعايز أقول له أنا بحبك يعني عشان مهلا تتسلاش قبل كده والله أهو مرة تقول لأخوك إنك بتعبه والله العظيم حاجة غريبة جدا هو هيبتاج إذنين إخوات وأبو مرة يقولوا إنه بحبه من خلال الإنترنت على الهو مع برنامج العباكة ده ما قابيت يا عماد أنا حبيت أقول له قدام الناس كلها عشان مش عايز أقولها التاني بقى بعد كده هي مرة واحدة بس وخلاص وعينها بيعني يا عماد براحب بيك وبرحب أصحابك اللي عاديين ورا في الكواليس براحب بيك وبشكركم على متابعة المباراة ومعنا أبو الغار ياسين من دار التربية الرسمية أبو الغار إزايك؟ أهلا وسهلا أهلا إزاي بحركك أنا كويس الحمدلله أبو الغار إيه رأيك في المباراة؟ طبعا كان يعني المنافسة قوية جدا مثل الأول والدليل على كده فتحت الضغط يعني اللي اتنين جاوبوا سبعة دا لقم كبير طبعا ولكن هي فرقت بس فتحت الضغط بس السؤال الوحيد وكان التفوق لمدرسة المباراة يعني طيب المباراة يسا في الملعب دا رأيي شخصي لأن السؤال واحد يتير ممكن يغير نتيجة المباراة في ثانية وعالية الحظ يا ما غيرت نتيجة ماتشاط لسه قدامنا فرصة بالضبط طيب طول إيه بقى لمدرسة دار التربية؟ أقول لهم إن هم يعني استغلوا طبعا الفترة اللي فاتت كانت فيه خمس سورة أعتقد جائحة كورونا طبعا ضرت العالم كله بس هم يعني في قاعدات البيت استغلوها كويس وذاكروا وتعبوا وجمعوا معلومات كتيرة جدا ولكن هم يعني كان فيه بس زي تصرع أو توتر أو كده يعني كان فيها سئلة سهلة قوي يا أبو الغار ما بتتجاوبش يعني فيها سئلة سهلة جدا كنت بستغربنا مش بتجاوب أشكرك أبو الغار على المتابعة وأتمنى لك كل التوفيق من مدرسة جابر جاد حازم أحمد بيتفرج من بنسويف حازم إزايك؟ إزايك أمستر عصام عمد إيه؟ أنا كويس الحمد لله أخبارك إيه؟ الحمد لله تمام بتتفرج عشان تستعد بقى ولا إيه مش فاهم قولي آه نشوف أسئلة ومضامع إيه؟ لا أسئلة مش هتتكرر متهلقش بتستعدوا يا حازم من المطش الجاي بتاعك ولا لسه؟ آه إن شاء الله بتهيت تستعدوا طيب تمام أتمنى لك كل التوفيق وأشكرك على المتابعة شكراً يا حازم نرجع مع المطش النهاردة وسؤالين لكل مدرسة وأول سؤال حيروح لمن؟ حيروح لصارة محمد صارة تبدلي يا صارة مدرسة صنبات السنوية وأول سؤال علم سؤال في العلم يعني جغرافيا تاريخ أدب علوم هنشوف عشرين نقطة ولا بتاريخ؟ عشرين عشرين ياريت لو بعاف النقطة علم والسؤال هو تاريخ كم عدد الفترات التي قدتها؟ مارغريت تاتشر في منصب رئيس وزراء بريطانيا كم عدد الفترات التي قدتها؟ مارغريت تاتشر في منصب رئيس وزراء بريطانيا ثلاث مرات ثلاث فترات يا هنة إجابة صحيحة شعلاً ثلاث فترات جرابة عليك يا هنة وكده النتيجة 140 سنبات السنوية دار التربية المنوفية 85 سوها البنداري تفضل يا سوها هنشوف سوها البنداري وسؤال الثاني لدار التربية وموضوع السؤال إيه لفة كاملة يا سوها يلا تفضل رياضة سؤال في الرياضة ب20 نقطة ولا بتعطي نقطة 20 20 نقطة السؤال ده بالنسبة لكم بقى مهم جداً لو الإجابة طارت ما عندكم والجاوبة في صنبات السنوية صنبات تأهلوا جاهزين الرياضة والسؤال هو ما هو المنتخب الأكثر تتويجاً بكاس أسيا لكرة القدم رجال حتى عام 2019 أكثر منتخب أسيوي كسب كرة القدم رجال لغاية 2019 أربع مرات مين السعودية السعودية تلاتة أمل السعودية هارد لك إجابة خاطئة محمد عادل اليابان أربع مرات صح رابع عليك اليابان أربع مرات يستحق لعشرين نقطة إجابة صعية محمد عادل حسامة المباراة بمية وستين نقطة ألف أبروك مدرسة تنبات السنوية بالغربية تأهلكم لدور التماني وهارد لك لمدرسة دور التربية بالمرافقية هارد لك محمد ياسر محمد ياسر السؤال الثالث وعنشوف موضوع السؤال إيه جوكر النهاردة كمان الحظ معاكم حاجة جميلة يعني محمد ياسر جبت السوكر وعملت العليق قولي بقى تحب يتسيلوا فيه قدرات زينية إن شاء الله قدرات زينية تمام سؤال بعشرين نقطة ولا بتلاتين نقطة تلاتين نقطة دوس على البازر سؤال بتلاتين نقطة قدرات زينية والسؤال هو حل مسألة الآتية تلتمية خمسة واربعين في اتنين زائد ستمية تمانية وسبعين في اتنين إيه سوي كام محمد عادل نتعلق في مصر النهاردة تلاتين نقطة مهمين جداً رابو عليك سباط السنوية مية وتسعين دار التربية خمسة وتمانين علي وليد آخر سؤال في الحلقة تفضل إيه علي لفة كاملة يا علي تفضل شكراً يا علي يرجع مكانك علم سؤال في العلم آخر سؤال في الحلقة هتاخد الزوكر جيد طبعاً فضل علم والسؤال هو جغرافيا ما هي عاصمة دولة باناما 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 سيتي يا أمل إجابة صحيحة باناما سيتي الإجابة الصحيحة ب30 نقطة وبكده النتيجة مية وخمستاشر دار التربية المنوفية سنبات الغربية مية وتسعين وأفضل لاعب في ماتش النهاردة محمد عادل بمية وخمستاشر نقطة بص يا محمد عادل انت تألقت في ماتش النهاردة مستوى مختلف تماماً عم محمد عادل في دور الـ 32 واضح ان انت عملت مجود الفترة اللي فاتت وبقى ظاهر قدامنا كلنا برافو عليك نحيي كلنا وبكده يبقى إجمال النقطة اللي حصل عليها طلابنا في حلقة النهاردة 305 نقطة وكل نقطة بـ 5000 جنيه بما يساوي مليون وخمسمية خمسة وعشرين ألف جنيه ويبقى مجموع المبلغ من أول حلقة لحد دلوقتي 10 مليون و 695 ألف جنيه من البنك الأهلي للمشاركة في النهوض بالمنظومة التعليمية في مصر هارد لك لدار التربية هتقدموا في الموسم العاشر ولا لا؟ إن شاء الله إن شاء الله قدموا في الموسم العاشر دخلوا التصفيات وحنشوف حيحصل إيه هارد لك لمدرسة دار التربية وعليف مقبلوك لصنبات السنوية بالخربية اتأهلتوا لدور التمانية وإلى اللقاء وحلقة جديدة مع العباقرة ترجمة نانسي قنقر